قال تلفزيون ديوتشي فيلا الألماني إن برلين بدأت بشكل فعلي في توجيه ضربات عقابية لتركيا على أفعالها سواء في مجالات حقوق الإنسان أو الانتهاك الصارخ لبعض التعهدات الخاصة باستخدام الأسلحة وذلك بعد رفض ألمانيا الدخول في صفقات عسكرية جديدة مع تركيا لضلوعها في عملية عفرين وانتهاك بنود الاتفاقات الخاصة ببيع الأسلحة بين برلين وأنقرة والتي كانت تشترط على تركيا استخدام الدبابات الألمانية للدفاع عن النفس فقط وفي عفرين السورية أثار تسجيل صوتي لقائد ميليشيا السلطان سليمان شاه التابعة للدرع التركي محمد الجاسم أبو عمشة غضبا شعبيا ويتوعد أبو عمشة في التسجيل أهالي ناحية جنديرس بالتعذيب الجسدي المبرح وفي التسجيل يطلب أبو عمشة من شخص اسمه سيف اعتقال جميع من تتراوح أعمارهم من الرجال بين الخامس عشر والخامسة والاربعين عام وتجميعهم في مقر الميليشيا الأمني مضيفا بأنه سيشرف على تعذيبهم شخصيا إلى ذلك أصدرت الميليشيات التابعة تركيا بيانا عينت بمجيبه عددا من الضباط في مناطق سيطرة ما يسمى درع الفرات ومناطق إقليم عفرين في إطار السعي التركي لترسيخ سيطرتها على هذه المناطق عبر تعيين عناصر يتبعون لها بشكل مباشر في مراكز قيادية لهذه الميليشيات تعيينات احتفل بها ضباط تلك الميليشيات بإحراق ما تبقى من الغابات في المنطقة حيث قامت الميليشيات التركية بإحراق الغابات المحيطة بقرية أرندة التابعة لناحية شيا بتاريخ الثاني والعشرين من تموز يوليو الجاري واتسعت رقعة الحرائق بسرعة في حين لم تقدم السلطات التركية الموجودة في المنطقة أي مساعدة لإخمادها كما أقدمت الميليشيات في الواحد والعشرين من تموز يوليو على إحراق الغابات المحيطة بقرية أمرا في ناحية شراء وفي اليوم التالي اندلعت النيران في الغابات المحيطة بقرية بيلي التابعة لناحية بيلبله يذكر أن 15 منظمة وهيئة حقوقية سورية رصدت مؤخرا انتهاكات الاحتلال التركي والميليشيات التابعة له في مدينة عفرين في الريف الشمالي لمدينة حلب تمثلت هذه الانتهاكات في عمليات التهجير القصري لسكان المنطقة واختطاف المدنيين والاختيالات فيما أكدت الأمم المتحدة بداية الشهر الجاري قيام الميليشيات التركية بافتزاز وخطف المدنيين من أجل جني المال من عوائلهم ترجمة نانسي قنقر